اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ما كيبغوش المعقول ناس كيبغيو الكذوب ناس كيبغيو الإشاعة ناس كيبغيو الغش ناس كيبغيو يضروا غيرهم فقط في بعض الأحيان نهير من أجل الشعور بالتفوق لذلك مستمعي الكرام اليوم بغينا نقوله لكم حضيوا رأسكم من العالم الافتراضي ولكن حضيوا رأسكم من الإشاعة من الأخبار لفهد العالم الافتراضي شحل منكم مستمعي الكرام كتوصلوا رسائل عبر الواتساب كتوصلوا رسائل عبر الحساب ديالو ديال الفيس والأسف كيتفاعل مع تلك الأخبار مع تلك الأحداث مع تلك الصوار مع تلك الفيديوهات مع تلك المقاطع الصوتية على أساس أنها صحيحة 100% وكيمكن تأثر في التصرفات ديالو كيمكن تأثر في المواقف ديالو كيمكن تأثر حتى لوطانيتو لذلك مستمعي الكرام بجاء الوقت أننا نقوله لبعضنا حضي رأسك حضي رأسك حضي رأسك من العالم الافتراضي والتركيز اليوم على هذا الجانب لأسف المشكل مشي عن نائر حنا في المغرب المشكل ولا عالمي المشكل أنه هناك تغييرات عميقة جدا تقع على مستوى كل مجتمعات قد يركزوا اليوم على التغييرات المرتبطة بالعالم الافتراضي المرتبطة بالفرق ما بالعالم الافتراضي والعالم ديالواقع وبماذا تأثير العالم الافتراضي في العالم الواقعي قد يبدو الحديث في بعض الأحيان شبه فلسفي لماذا؟ لأنه كيف يعقل وهذا والسؤال الكبير كيف يعقل أنه في عالم واقعي أصبحنا نعيش في ظل الافتراضي أكثر من الواقعي ونعتقد أن الافتراضي واقعي في حين أن الافتراضي ليس بواقعي بالمرة شحل ديالتخربيق وشحل ديالواقعي افتراضي أي بحجم هات التخربيق مستمعي يا الكرام ولا التخربيق في حياتنا والطلاعنا على مواقع حولنا والتأثير على أفكارنا ومواقفنا أصبحنا نعيش الافتراضي بالواقع ونودي بالواقع فيما هو افتراضي فاليوم اللي كيفيق منكم أول شيء كيعملو هو أنه كيشعل التليفون ديالو الهاتف الذاكي ديالو سمارتفون ديالو وكيبدأ يتطالع عشنوا واقعه كيفتح الكون ديالو ديال الفيس وكيشوف الأخبار اللي كينا وكيشوف التعاليق اللي كينا واللي قراها والأسف نسبة مئوية عالية جدا مننا اللي قراها اللي شافها كيعتقد أنها صحيحة فاليوم بغينا نفهمكم ونحن ننتمي إلى مجال السمع البصاري أنه للأسف كيمكن نتلاعبوا بالهضرات ديالكم اللي كتقولوا وبالصوار اللي كيمكن نصوروا للكم كيمكن نعملوا فيها مونتاج ونجعلوكم تقولوا شيء عمركم ما قلتوه ونجعلوكم تعملوا شيء وصوار ديالكم ما عمر كان عندكم علاقة بها هذا هو الواقع اللي ما كيعرفوش عدد كبير من الناس اللي مستوهم التعليمي مستوهم المعرفي محدود ولكن ولت بنيدهم هالتكنولوجيا المتقدمة جدا فكين وحدين أخرين كيستغلوا بين قوسين الجهل ديال هاد الناس باش كي تلاعبوا بالعقول ديالهم فكيمكن نقبطنا واحد لا فيديو ونمونطيها نعمل لها توضيب كيف ما بغيت ونعمل أولها آخرها وآخرها وصطها وصطها جنبها ونزيد شوية وننقل شوية وندخل مجموعة ديال المؤثرات الصوتية والبصرية ونخليك تصدق أنه ذك شي اللي كتشوف صحيح أو نخليك تصدق أنه ذك شي اللي كتسمع صحيح ونكذب عليك نكذب عليك افتراضيا ولكن كذوبي الافتراضي وعاود غير رجعو لديك الشي بفلسفة للأول كذوبي الافتراضي سيؤثر على واقعك في الواقع ولكن للأسف عدد كبير منكم مجرد ما كيشوفش حاجة كيثيقها ولنا في الواقع مجموعة ديال النماديج الدول المستمعية الكرام والتي تلقى نفسها شي بهم غلوبة أمام هاد الهجمة الشريسة ديال العالم الافتراضي كل الدول ما شير الدول السائرة في طريق النمو أو المتخلفة حتى الدول المتقدمة كل الدول ما بقى شي فهمة كيفاش تعاطى كيفاش تفاعل مع هاد العالم الافتراضي الذي أصبح يغزو الواقع بواحد شكل خطير وخطير جدا إلا تصورتو الغزو ديالشحال هادي وتصورتو مجموعة ديال الجنود على مجموعة ديالالأحصيناء وحاملين أسلحاء وكيجريوه هاجمين وكيغوتو وأمامهم واحد الجيش عنده حل من تنين إما أنه يتخلع من هذا الكم الهائل من الجنود والأحصيناء والأسلحة والصراخ والدق على الطبول ويتراجع وينهازم قبل ما يبدأ الحرب أو أنه أيضا يصرخ ويهاجم إعمالا للهجوم خير وسيلة للدفاع إلا قضيتو هالتصور وسقطوه على ما يقع الآن من حرب بين الافتراضي والواقع وخدو الافتراضي هو ذلك الجيش الأول الهاجم بسلاحه بصوراخه بعتاده والجيش الآخر الذي إما أن ينهازم قبل أن يبدأ الحرب أو يحارب أيضا هو الواقع شكون في نظركم غد ينتصر وش ينتصر الافتراضي؟ الكذاب الأفاق في كثير من الأحيان؟ أو انتصر الواقعي؟ اللي صاحب الحامل واقعيته يطوق الافتراضي؟ شفتوا المعادلة شح المعقدة مستمعية الكرام؟ هذا هو اللي واقع للأسف الآن في كل المجتمعات ولكن خليونا نرقزو على المجتمع دينا باش ما نمشيوش بعيد اليوم احنا كنعيشو حرب مع نفسنا اليوم احنا كنعيشو حرب ما بالواقع اللي كنعيشوه وما بالافتراضي اللي كيتفرض علينا واللي في كتير من الأحيان كنتمنى وأننا نعيشوه احنا عنا نفيصام وغير يزيدنا هاد الشي نفيصام على نفيصام في شخصيتنا هاد علاش البرنامج مستمعية الكرام بغي دقناقص الخطر المرتبط بهذا المجال وإن كان لا بد أنكم تزيدوا أنتم تقرأوا وتبحروف هذا الموضوع وتحلوه أكثر وتناقشوه أكثر حيث أنا كنقول لكم أن مدة هذا الحلقة لن تكون بالمرة كافية لمقاربة هذا الموضوع من كل الزوايا إلى بعض الصور الكاذبة طفل مغربي شوف هاد الشي اللي كنقول افتراضي كدوب طفل مغربي محمول ما بين يدبهم ما تكذب البرد كذب البرد وغذي نزيدوا التعاليق أخرى باش نزيدوا نصخنوا الناس كذب البرد في ضيال في ضل غياب الدولة وغياب الأدوار المعنوطة بالجهات المعنية وعدم الاهتمام والتكفول بالناس في قمام الجبال الناس اللي كيعانيوا البرد في الوقت للمسؤولين يجلسون في مكاتبهم المكيفة يمكن نزيد جمال كتير في هذا الباب طفل بريء يفارق الحياة في حين أن الحكام يجلسون في مكاتبهم الدافئة ونزيدوا نكترو هاد الشي ونكبروه وننشر الصورة عبر الواتساب عبر الفيس عبر كل الوسائل التواصلية والكي كذكرها الجوج حيث هما اللي منتشرين أكتر واللي مستعمالين أكتر من قبل المستعميل المغربي أمام هاد الصورة الخطيرة المؤثيرة اللي كتعطيك انتا كمغربي حس بالحقرة اللي كتخليك تقول كيفاش وحدين عايشين ونسخرين كيموتوا وأكتر من ذلك عباد الله طفل صغير باريء نخليه يموت بالبرد علاش في مغرب القرن الواحد وعشرين ولكن كتطر دولة أمام هاد الكذوب اللي يمكن يفجر أشياء اللي ما عنا ما نديروا بها كتطر في شخص بين قوسين معناوي اللي هو وزارة الداخلية أنها تبدأ تصدر بلاغات تكديبية أنها تقول كاسي دي هادك تصوير اللي شفتي وفيها هادك التعليق يقولوا ذك الطفل المغربي وذك الناس مغاربة وذك الجيبة المغربية وذك التولوج مغربية ذك شي كله ما عنده علاقة عباد الله ذك الصورة تعود لمعاناة الشعب السوري في الحرب اللي كيعيشها وهذاك الطفل طفل سوري وماك تحت التولوج وهذاك وليدي حاملينه هاد الصورة انتشرت في العالم كله في 2015 أو في 2014 أو في 2013 وكتعطيك تفاصيل لماذا؟ باش تحاول هاد الدولة انها تحارب ذلك الجيش الواقعي يحارب ذلك الجيش الافتراضي اللي تكلمنا عليه هذه الصورة الأولى وهناك صور أخرى بعد حين سنشرع في استقبال مجموعة دي المكالمات الهاتفية لأصحابها لابدهم إنهم أنهم يشاركوا في النقاش الدائر واللي غادي دور حول الموضوع الرابط أو يقدموا صور دي النصب والاحتيال كيفاش تنصب عليهم أو كادي تنصب عليهم وما أكثر صور نصب الاحتيال المستمعي الكرام منها اللي يقوم بها أشخاص عاديين أنقلوا بصعط بين قوسين ومنها اللي تقوم بها مؤسسات واللي تقوم بها شركات واللي تقوم بها شخصيات تعتبر وازنة إلى أن يتضح أنها مجرد مصابة ومحتالة خليونا نخضر المكالمة الأولى ونواصله ألو صباح النور صباح النور أستاذ عمورة وكل فريق العامل ومستمعين مرحبا بسيدي شرفني بالإسم ديالك لا اسمحتي عمر مدينة طنجة أستاذ عمورة مرحبا بسيدي عمر عمر قصة نصب احتيال ولا بغيت تشارك معنا في الموضوع الرابط أنا واحد قصة واخت تكون بسيطة ولكن قدوة الناس تهمي مرحبا سيدي تفضل يسمع لي نعم فهنا في مدينة طنجة في الشريع كيكون فيه الناس يعني كيكونوا لابسين مزيان وكذا يعني بقرافة ديالهم وكذا مقين تقول يلا يا بقيم جين وشي صافر ولا شي عاجا كيشلدوا بعد يعني الصيقة الصغيرة وكذا وكيكونوا فيه ذك الريحة اللي كيبيعو ديال نسود الرجال وكيبيعب واحد ثمان يعني كيقول لك ميات درعام وانتك تتوى معها حتى تدير ديالك سبعين درعام ولا ثمانيين درعام وكيقول لك رأي الشركة كتدير بروموسيورة كتدير كده وهذه المهم كي عندهم العذرة الحلوة كمسة يقولوا يعني كي يدوخوا بيها نعم حتى كمهم حتى تدير حاجة لها كتشري هذه الريحة يعني الريحة يعني عادية ولكن أنا رأي وقحت في المشكلة هذا يعني التقديث من عندهم ذاك الريحة بتويت معهم وبعد مشيت لقيت هذه الريحة في البلصر كتدير غير أنا تقديث ها من عندهم 50 درعام ولقيت ها كتباع عير بعشرين درام وكي ممكن تلقاها في اماكن اخرى عير بعشر ديال درام اه قدرت تلقاها بغير عشر درام كما قلت يعني هاد الناس ما عاد كيفاش ويقدر نعطي حتى الشريعة سامور تفضل مش مشكل تفضل شنا الشريعة هنا شريعة بوليفار هنا في مدين طنجح دا البوستة الكبيرة كيكون واقف في القند البوستة يعني هما كيكون بعض مرات جوج بهم ثلاثة بهم كيكون واضح يا سيدي واللي كيدو سما كيوقف كيوقف عمندهم كيش دوب لها بركته كي كي لس كل الحاجة ومبدأ ما جاي بخبار قا وغادي ولكن أنا بحك ونزعم عندي الأخر باش أنا نعييت و أنا نعطي رأي لفذ القذية مرحبا سيدي شكرا لك لنبهتي المستمعات المستمع الكرام لهذا الأمر وبالفعل ولكن حنا في البرنامج السبق طرقنا لهذا الموضوع وقلنا للكم مستمعي الكرام أنه عدد كبير من الناس كيعجبهم ينشاطون يعني كيمارسوا الأنشيطة ديالهم التجارية في مواقع الخلال والضعف ديال المواطن ونقول المواطن المغربي الخلال والضعف عنا في جيبنا وفي شطارتنا بزاف مننا كنبغيو الحاجة وكنتمناوها تكون مزيانة ولكن تكون رخيصة قليل فينا اللي ما عندو شي هاد المبدأ الكل يقول لك واه والله لا بغيت شي حاجة تكون فن زوينة ولكن بشي ثمان يكون مرفوق رخيص شوية هاد المعادلة مستمعي الكرام سمحوا لي نقول لكم أنها ما كيناش بغيتي حاجة مزيانة في هاد التمان ديال هاد التمان بغيتي حاجة عيانة ركتش ريها بوح التمان في برنامجكم حضير راسك وقلنا لكم في الوقت اللي العطر كيتباع بأثمينة أقلها خمسمية وحنا طالعين حتى الآلف وآلف وخمسمية درهم وكينما أكثر غنبقاويا في حدود ما بين خمسمية وآلف وخمسمية درهم في الوقت اللي ريحة كيتباع بهذا التمان لأن في واحد مجموعة المواصفات بالإضافة نوعية العطر ومدى التابات ديال العطر كينما مواصفات صحية والمواد المستعملة في ذلك العطر كالقاو أنه كينما ريحة وعطينا هذا المثال أيضا اللي كيتباع في الشريع كتبدا بـ 30 درهم كيمكن 20 كيمكن 10 درهم كيمكن 50 على حساب الكليان على حساب حضاقت ودكاء ودهاء البياء والشرائي وتلك المعادلة ديالة اللي بغينا حاجة زوينة ورخيصة الريحة ظاهريا كتعطيك ذاك العطر اللي كتشمو في ريحات ذات ماركات عالمية ولكن المكونات ديالها هي مكونات سيئة جدا هذيك الريحة كتبقى شوية وتمشي أو كتبقى شوية وريحتك تتغير كتبشي لواحد الريحة سيئة بالإضافة لأنك اللي عملتها مباشرة على الجيل ديالك كتعمل لك واحد المجموعة ديال تهيوجات وكيمكن تكون حساسية ديال الجيل ديالك ومكوناته لذلك العطر والمواد اللي مكوناة منه وقص على ذلك وهذا كلي رجعنا للمثلة الشعبية عند رخصو يا ديك تخلي نصو نمشي الصورة أخرى عاود من الصور الكاذبة ديالعالم الافتراضي واللي خصنا نتعلموك ناس كنستعملوا تليفون سمارتفون ديالنا كنستعملوا المواقع الاجتماعية أو المواقع التواصلية التفاعلية نحضي ورسنا منها الطفل يرضع من تدي كلبة هذ الفيديو انتاشر بشكر كبير دريك يرضع من البزولة ديالكلبة طفل متشرد عاود لسقولي هالجومة اللي بغينا في ضل السياسات التهميشية في ضل السياسات القمعية في ضل الفقير الفقير وزيادة الشحمة في ظهري المعلوف في ضل اللي بغيتي نجيد أطفال مغاربة متشردون بالغ منهم الجوع والفاق حد أنهم يرضعون من تدي الكلاب الضالة وكتبوا اللي بغيتوا على هاد الفيديو انشروه والأسف حد احنا وهذه قلناها في حلقة قراءة حد احنا ولينا خيبين وأشرار وملي كتوصلنا شي حاجة خيبة حل كيقولوا إخواننا المصريين ما بينسد كان بدأ وتحنا كان نشرها وكان صيف تواجهتنا شي بنت في شي وضع مسكين في حالة معينة عريانة ولا شي حاجة انشر جانا شي واحد كيش طح في شي وضع انشر جانا شي واحد هاز شي كاس انشر بكين هير اعطيه في اطار هات الشر اللي فينا كتوصلنا متل هاد القضية كنزيدو نحقدو على بلادنا انشر هاو تكلقاو وزارة الداخلية كتعملك بالغا عباد الله هادك دري راما شي مغربي راما في الهند هاديك الكليبات يا هندية راما عندهم معلقاب المغرب راما هادك شي مكين من نوالو فلماذا وهذا والسؤال الكبير لماذا يضطر شعب مغربي وزارة مغربية اللي هي وزارة الداخلية ان تقوم بنشر بالاغات لتكذيب مثل هاد الأشياء علش هات الشعب المغربي كي يخلي وزارته انها تديراد شي فرا هنا را كين واحد الجانب قد حيل بغيته رابحل هاد الوزارة كتقول لك يا تشعب عباد الله رابحي منضج بقي معنده عقل الناس خلين كيضحكوا علي كي تفلوا علي وانا خسن رجع لي عقلو انت را خطيقتي ذاك الفيديو بلي راه كادا لانك ما بحتي ما قلبتي اللي جاتك كطيق فيها صافي بله ضرب لها كلام را نخصي النوضة الوزارة دي الداخلية اللي شوية بعقلي باش نرجع لك عقلك هاسي الشعب را هاداك الفيديو ماشي صحيح هاداك را ماشي مغريبي واش انت اللي يعطوها لك صافي كطيقها شوف فين وصلنا مستمعيا الكرام الى هادا الحد احناولينا كنصدقوا اي حاجة كتجينا في تليفوننا بحالش حال هادي وكنا اكثر دكاء في مرحلة من المراحل ما كناش كنصدقوا اي حاجة كتكتبها الجرائد خصوصا في باب التحاليل السياسية او في باب الاخبار لمو في بركة كان شوية عنا العقل وكنا نقولو ما يمكنش اليوم اللي شفناها كان طيقو اعلاش اللي شفناها او تكن طيقو وقد رجعوا لشوية اللي قلنا قبيلة لاننا ما فاهمينش وصول اللعبة ما فاهمينش انه كيمكن لنا نفبركو فيديوهات كيف ما بغينا انه كيمكن لنا نفبركو مقاطع صوتية كيف ما بغينا انه كيمكننا نفبركو الاخبار والاحداث كيف ما بغينا وهنا مستمعيا الكرام كان قصو موضوع كبير وكبير جدا كيف يمكن لوسائل الاعلام ان تتلاعب بعقول شعوبها وان تصنع الرأي العام اليوم للأسف الخيوط بدات كتمشين من يد الجهات المتحكمة في الاعلام لانه ولا كل واحد فيكم عنده تليفون ديالو كيعتبر نفسه اعلامي وصحافي هلكن قولو صحافي كينشر مبغى كيدير مبغى كيكتب مبغى وخصوصا كيكدب كيف ما بغى مكالمهات فيه اخرى قالوا صباح النور صباح الخير مرحبا الاسم الكريم اللي اسمحتي حميد من رماني سدي محمد مرحبا بسدي حميد والرماني تفضل لسدي حميد صارك الله فيك سدي محمد اولا تحية لك وتحية لطاق التقني المرافق لك سدي محمد الله يبارك فيك سدي بخصص هذا الموضوع انا بغى نطرق لواحد القاضية اللي صراحة سدي محمد تنتقل أسفولي وبزار بعض المواقع الكاذبة اللي كتنشر لك عن هضرب واحد الجانب تنتشر لك مثلا شي فنان او شخص عادي هو في المستشفى يتعالج ويقول لك تيجي ويقول لك هو مات وهو اه وهي غير مواقع كاذبة تنتقل أسفولي بصراحة الزاب و انا هضرب واحد الجانب سدي محمد الى اكامكم تفضل واحد مؤخرا وصلت بواحد المكالمة من واحد الوكالمة لا منتكر الاسم دي انا سدي محمد وصلت بواحد المكالمة على انك شارك شي معانا وعبحتي واحد الهادية ولا سدي محمد ما مشارك ما 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 رأس لحتش ميصاج ما عارف وانه اتفاجأت وكي نستلم الهادية لانه نريد نقدم واحد المبلغ لكي نصل الهادية لانه نريد نقدم واحد المبلغ لكي نصل الهادية لانه وانه طالب لكي نعرف الواكالة وانه وانه كون وانه مؤخرا كتش بالله غير انسان عن طريق النصب واضح يا سيدي الفاضيل شكرا لك على المكالمة لك طبعا هذا الجانب ايضا تكلمنا فيه وقلنا رحت شي واحد ما يعطيك شي حاجة فابو رحت شي واحد ما يربح لسواد عيونك فالأقل لك شي واحد رك غادي تربح شي حاجة فكرا في الخسارة هي اللولة اقول بعد شنو غادي نخسر اذا نحضر رأسكم مستمعي الكرام من هذا الجانب الى سمحت ثم اكتر من ذلك موضوعنا هذا اللي عنده علاقة بالعالم الافتراضي وماذا تأتير علينا بل ماذا تأتير على السياسات الحكومية بل ماذا تأتير على استقرار تلك السياسات الحكومية بل ماذا تأتير على استقرار المجتمعات بل وهذا اخر اكبر ماذا تأتير على استقرار وامن الدولة ككل فهذا المواقع الاجتماعية هذا العالم الافتراضي هذا الوسائل التواصل يا مستمعي الكرام خصنا نتعاملوا معها ولكن بذكاء الله يخليكم ما تقوش مغمضين عينكم اللي وصلتكم تطيقوها وأكثر من ذلك احنا موالي العقل بين قوسين طابقة اللي كتقول عند نفسها انها طابقة متقفة ووعية من اللي توصلك واحد لفيديو من اللي يوصلك واحد لمقطع صوتي من اللي توصلك شي حاجة اللي انت بيدك كتشوف انها ما شي منطقية كتشوف انها ما يمكنش تكون صحيحة او يمكن تكون صحيحة وغتضروا واحد شخص او جيهة معينة او كتتعمل مجهودها تلك الصوار وتلك الفيديوهات باش تركز واحد الايديولوجيات معينة او واحد توجهات معينة سواء ان كانت توجهات اجتماعية او سياسية او دينية ما تساهمش حتى انت في نشرها قوم بحذفها وفهموا مستمعي الكرام انه وربحال انت كتت فيق في الصباح كتلبس حوجاتك بشي الخدمة ديالك باش تمارس خدمتها كما ختم في البوستة ولا موطفش بلاسة ولا حداد ولا نشجار ولا طبيب ولا مهندس ولا محامي ولا قاضي ولا غيره كينين وحدين اخرين كيفيقهم في الصباح وكيلبسوح وجهاتهم ويمشوا لخدمتهم او هي انهم يفبركوا مجموعة ديال الفيديو مجموعة ديال الصوار مجموعة ديال المونتاج هادي كيديرو فيها فلان دار هادي كيديرو فيها كادا موبا هادي كيديرو فيها انه حيتوما وحدة بصبغة دينية وحدة بصبغة سياسية وحدة كيخدموها هاديك الخدمة وكييعطيوها الجهات معينة للهدف ديالها هي تنشرها لمواجهة مد معين واديولوجيات معينة او البلوغ اهدف معينة والاسف الان المسألة ولا تبسيطها شحال ديولي ناك نقوله شحال مواحد كيشوف الاخبار التليفزيونية لكننا بغين هاديك الاخبار التليفزيونية ندوزو فيها مثلا واحد المجموعة دي الرسائل الاديولوجية ونصنعه واحدة الرأي عام معين وكتخلع الدول لما ما كيبقى الشعب بزاة في كتابة على الاخبار ديالها لانك تقول ما عنديش كيفش ندير نوجه الرأي العام وكتستعمل كل الوسائل جرائي دي المكتوبة وغيره اليوم المسألة ولا تبسيطة بالنسبة لهذه الجهات اير بالتليفون بالسمارتفون اللي عندك انا وصلوه حتى اللي عندك وندخلو لكل الافكار اللي بغينا ونوجهك كيف ما بغينا فلكن انت مستعد وحال الباب واللي جات كتثيقها واللي قريتها كتقول هي هديك وما كتستقر حتى على شي موقف هذك يقول لك هذي حلال كتقول حلال هذك يقول لك هذي حرام كتقول حرام هذك يقول لك ما حلال ما حرام كتقول بين وبين فأمر خطير وخطير جدا اذا اول حاجة مستمعية الكرام انفهموها واذا خرجنا في هذا الحلقة ايرفاهمينا هذه ووعين بها انه كل ما يصلنا يمكن ان يكون مفبراك ذك شي اللي كيوصل لنا راه كله ملعوف فيه يمكن يكون ملعوف فيه لو صناعي الهادي على الاقل من اللي غتجيني واحد لفيديو لغيجيني شي اوديو كنسمعوه ولا شي حاجة هنقول واه دعا بالله تياجي جاجي نقلب لتكون في شي لعيبة ماشي بهذا اللغة مستمعية الكرام اما لكنت اللي وصلتك صافيك الطيقة مررك في الشرق مررك في الغرب مررك على اليمين مررك على اليسار فلعرف راسك بعد انت اصلا ما مستقرش هذا الموضوع مستمعية الكرام من المواضيع البالغات الاهمية اللي قلت بحلقة لكم كثير عدد كبير من المثقفين وعدد كبير من السياسيين وعدد كبير من الناس في علم الاجتماع وكثير كتاب ولو كيكتبوا بخصوصها ولو كيحاولون به المجتمع ولو كي للأسف احنا الشعب لا يقرأ فلذلك ما كنتبهوا شي لاتشي هذا علش كنحاولوا مثلا في برنامج حضير راسك اننا نوصلوا لكم ما نقرأ حيث بالندمة فيه ما يقرأ بدل اقل مجهود باش ياخذ اكتر ما يمكن من المعلومات هذا علش حتار القضية دي اللي ميساج اللي كيجيونا وليفيديو ذاك شي كيجيونا ساهلين ما يهلين مصوبين وموحدين اخرين كيوصلوا هناك تشوفوك تسمعوك تقرأه صافيك تقتانع وسهلين ما يبدل مجهود ولكن بغيت نقول لكم لو بغيتوا تقول لهم مجهود كان موضوع رائع بالغ الأهمية هم مجهود لأعدد مجموعين 27 و28 دي المجلات الشرطة المجلة اللي كتصدرها المديرية العامة لأمن الوطني كي الموضوع في صفحة 46 بالغ الأهمية العنوان دياله الفضاء الافتراضي وحرب المعلومات هذا الموضوع بالغ الأهمية كنتمنع لكم انكم تطلعوا لي هنا ما كندلوش اشهار لهذا المجلة هي غنية عن الاشهار وتحية للاخوان ديالنا الصحفيين الكتاب اللي كي ساهموا في بناء هاد المجلة مجلات الشرطة اللي بحل قلت كتصدرها لمديرية العامة لأمن الوطني عنوان مثير جدا وبالغ الأهمية ونتمنى عليكم انكم مستمعي الكرام اتبحتوا وتقرأوا هذي تلقى واحدة اشياء من هاد القبيل في العالم الافتراضي في النات يعني الفضاء الافتراضي وحرب المعلومات هي حرب حقيقية حرب المعلومات هذيك الفيديو اللي كتوصلك مو في براكا كتدخل في اطر واحد الحرب ديال المعلومات هذيك الحرب اللي تكلمنا عليها قبيلة حرب ديال جيهة كتحاول انها تقنعك بواحد الشيء طريق الفبراكا والبهتان والكاذيب وحرب من جيهات اخرى تحاول ان تكذب تلك الاشياء وهي هذي البلاغات هي هذي الفيديوهات والبلاغات المضادة ما بين المواقع الاجتماعية وما بين البلاغات مؤخرا ديال الوزارة الداخلية ناخد مكالمة هاتفية ومشيوا لصورة اخرى من الصور قالوا صباح النور قالوا صباح الخير أستاذ عمارة بجيز قادية الاسبحتية الواقع الاسبوع اللي فات وبغيت نشير لها لكم ورجمع المستمع اللي كي يسموا البرنامج القادية الاولى ديال الاسبحتية اللي هي كانت غريبة وما عم ربح في البال وحد انسان ساكل حدانة وحد جار ديالنا بشي الاسبوع ما قبل الفات ما قبل الفائد يعني احنا هنا في المدينة نعرف عدنا وحد سوق اسبوع ديال 3 معروف بشيش لوحد الخنشات مخالة ودبعو احنا دائما كتقول لنا كلمقولة ودائما كنذكرة فرازيالي يرى الطمع كي يقبعو الكتاب يعني احنا كنعرفو خنشات نخالة والقاها بخمسين درهم قال هميزة هادي اشراها اشراها بخمسين درهم اراك من اللي جابها وصلها باش نلقى فيها القا من الفوق واحد العشرة كيلو والاتمن يديا النخالة والباقي كله نجارة يعني هذك الباقاها يديا النجارة اللي كتبقى على النجار اللي كينا من التحت شوف الناس فين وصلوا بهذا النصب هذا وقادية تانية قادية تانية وقعت في إنذكان يعني أسبوع اللي فات واحد الإنسان يعني مش عنده واحد إنساء واحد البقال يعني باقي عديا المواد غذائية ما هي اخذها من عدي واحد القرعة المونادة من اعطاء قرعة المونادة قالوا في شحاف تحب ده كيشربع عنده تماما شبادلوا يطار الحديث بأنني أنا ركبرت في الصغراء وإنذكان وشحن ما جينا لها وتحولنا منها وتوحشناها ولي الشرف يعني جيت اليوم وباش نشوف يعني نذكر الماضي لعشتفاد المدينة هذه وشوت يعني تبعدل ما ذاك البقال طرف حديث هو كأنه يعرفه منذ زمان شوية جاء جاء تاني شخص تاني لي هو داخل في يعني في العمليا مع الصديق مع الإنسان اللي جاء بغير يشري مع البقال هو الصديق دياله جاء قالوا عطيني طعم قالوا عطيني هادي يعني جمع له شحويش وعدوا ميتين درم كيدخلها بحال كي يخلصوا كي رجحها شوية يعني دخلها مبقى خرجها يعني من اللي يعطاها هذو المواد لي بغير قالوا شحة جمان قالوا خلصني قالوا ورا خلصت أعطيتك ميتين درم قالوا للا رم عطيتيني قالوا ليس أعطيتك ميتين درم ونقذ طرف الإنسان لاخر اللي قاعد معه قالوا يي رأطيتك ميتين درم أنا شتوت أعطاك ميتين درم فمتكيفة فقادية يعني يومارم صافقن فيها من قبل والحمد لله أن هذا البقال كان عايق وعارف براسو وعارفوا بأنه من الصابة والدارك موقف ومع طعمش لم يجين درم هذه الأهم وإنك نبهيها لجميع المستمعين وشكرا جزيلا شكرا جزيلا المستمعي الكريم على هذه الصور هذه المواقع الاجتماعية وهذه الهواتف الذكية دينا واللي نكنا نشره فيها أشياء في الغالب سلبية وفي الغالب عنا هذه الرغبة الجامحة يمكن حتى في الشعور دينا كنعملوها وإحنا ضاميرنا لا يتحرك أننا نقادي والآخر من اللي كتجينا الشي صورة ديالشي إنسان كان في شي موقف ضعف كلنا ضعف وكلنا كان غلطوه حتى واحد ما يكذب ويعتبر نفس صورة ها فوق الخطأ كلنا ضعف كننا رجال أو كننا عيالات كان تحطوه في مواقف ديال الضعف مواقف تحركوها غرائزونا أو شي عادي جدا إحنا باشار ما كنشي واحد فينا مضعفش ولكن السوء حظ هذا الشخص أنه في لحظات ضعفي بحل كنعيشه دائما ضعف تصورات هذيك اللحظة وهنا خليني نفتح واحد القوس باش نقول لكم باركة من تصاور لقيت الكاميرا سهلة في التليفون وما بقاش البيلوكو اللي كتبشي وتشريوه وما بقاش سينتاك كتشريوها بين القوسين واللي تويرجي وصور باركة من تصاور كنصورو وكنقطانصو وكنسجنو اللحظات الرائعة اللي كنخفوها تمشي لنا ماشي أي حاجة فقلت إذن مستمعي يا الكرام أنه الإنسان في لحظة الضعف وتصور في ذيك اللحظة وانتشرات هذيك الصورة احنا من شرنا ومن خيوبيتنا اللي وصلته كيعاود ينشرها كأننا كنتشوفه في واحد الشخص والغريف في الأمر ما كنعرفوش هذك الشخص كنعرفوش اللي كنعرفيه أنه إنسان بحالي لو أنني فكرت شوي غنقول راح تاني يمكن نوقع في هذا الموقف ديال الضعف علاش هذ الشخص أنا كندير له هذي الحالة كنديروش هذي الأسر فمستمعنا الكريم قلت قال أنه اللي نكن كذبوه بزاف واللي نكن نشرو الأحداث بزاف واللي نكن كل شيء كينشر أي حاجة لماذا هنا كنرجعو لهذيك المقال المقولة ديال السلف صالح ديالناس المثقفين اللي كيقول لك تنقسم العقول إلى ثلاث ومن اللي غنعرفوه هذا الأقصام وكان منكم اللي عارفوه غنشوفوه فين نوضعو الناس اللي بالنسبة لي محياتهم والتي هي السمارتفون كيقول لك هناك العقول الكبيرة تناقش الأفكار العقول الكبيرة تناقش الأفكار وهناك العقول المتوسطة تناقش الأحداث العقول المتوسطة تناقش الأحداث وهناك العقول الصغيرة تناقش أحوال الناس نعودوه عقول كبيرة تناقش الأفكار عقول متوسطة تناقش الأحداث وعقول صغيرة تناقش أحوال الناس ولا اعتبرنا الرؤية والمتابعة نقاش ولا اعتبرنا أحوال الناس هي هذه الفيديوهات اللي كتجينا ديل هذا مغطيها دعريانة دعريانة هذا هزكاس هذا هذا وحنا كان شروكا فين حنا شمن عقول تماما عقول صغيرة فبركة مجموعة هذه الفيديوهات ومجموعة هذه الصور ومجموعة هذه المقاطع الصوتية كي كل هدف منها ضرب الاستقرار اللي كتكون كتعيش ببعض الدول هذا ما كيعني شيء أو ما كنقول شيء إن بلدنا ما فيهاش المشاكل وخصنا القاوي كنشوفوه ونسكتو لا من حقنا أننا نسعى الدولة فيها قانون أكتر فيها حريات أكتر فيها توزيع عادل أكتر للثروة فيها كل ما تشاءون من المبادئ الواقعية وحتى الورضية ولكن بعقل بمنطق بعقلك أنت وبمنطقك أنت ماشي بما كيفرضو عليك واحد آخر لما كيهجم عليك بفيديو أو كيهجم عليك بصورة أو كيهجم عليك بمقطع صوتي لأنه بحلقة لكم كل شيء يفبرك حنا اللي كنشتغلو في المجال ديال كان فهموه أنه كيمكل الفيديو ندير به ما بغيت نمونطيه وندير لي المؤترة اللي بغيت وندخل عليه الصوت اللي بغيت وندير اللي بغيت ونعطيه لك في صفة صح يعني الكذبة مطروزة بحل كي يقولوا ولكن الناس العاديين وهو حال أكتر من 99.90% من الناس اللي كيستعملوا التليفون ما فهمين شاد شيء لما كتوصلوا واحد للفيديو كيشوفها صافز حيحة 100% وأكتر من ذلك المحتارفين كيمكلهم يدي شفري بحل كنقولوا كيمكلهم يعرفوا بلي ذيك ديك الفيديو راها مفبركة من خلل واحد مجموعات المقاييس والمعريفة ولكن خلصهم يكونوا كيشوفوه في واحد شاشة معينة وفق واحد ظروف تقنية معينة انتم كتشوفو ذاك شي في إكران صغيرة في شاشة صغيرة ديال التليفون بواحد العدد ديال ملايين الألوان محدودة بواحد الغزوليسيون محدودة بحل كنقولو كيمكل مجموعات المقاييس يستحيل عليك وخا تكون فنان كتطير أنك تعرف باللي ذيك الفيديو لذيك الصورة مفبركة الميهنيين كيعرفوا ذاك شي ولكن بحل قلت في ظروف تقنية معينة اللي كيهمنا من هادشي مستمعي يا الكرام ما تبقاو شي تطيقو أي حاجة كتشوفوها وإي حاجة كتسمعوها في التليفون ديالكم وقد ما لقيتوا تسترو ناس اللي أخطاءهم ضعفهم في لحظة من اللحظات خلاتهم يكونوا في أوضاع كي يعتبر هالمجتمع مشينة قد ما لقيتوا تسترو نمشو المكالمهات في أخرى ومع ديرها كانت المادة الغنائية شوية شحة في هاد الحلقة وكان للكلام كتر ولكن الموضوع مثير ومهم جدا نتمنى أنه ما كنت شاي تقل عليكم في الصباح أعلو صباح النور مرحبا بسيدي لإسم الكريم اللي سمحت محمد عمرات أنسي المعليك وشكرا لأنت موضفين كملي لإدعاة وطنية الله يطول عمرك ممكن تقول لإسم ديالك ولما بغيتيش أنت حر لا لا حاميد من طام شاشة قولي يقلي من حجب مرحبا بسيدي حاميد تفضل مرحبا سيدي أهلا بك الله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله يطول عمرك الله يطول عمرك سيدي حاميد تفضل مولعي وكان يقولوا هذا النصب منين جاء منين جاء ومنين خلق إذا ماهو واجد منين جاء بالنصب رأى جاء من الأعضاء تاني ونجد رأى ديالنا وتاني خليوهم تاني يقول هذا في المثال مدري ديالي يمشي للشجار يفرق غير معي قبسط أو لا يموت يجيب ونجد ونجد تنميك منين طلع بالنصب ولكن يكون ربيته على حقه وطريقه رأى المغرب ديالنا فوق العالم سيدي محمد مرحبا سدي حاميد لانتكت ترجع القضية لمسألة التربية أولا وثالين هذا النصب جبنا لست مذنم جبنا سم pous كان لا شوف سريئ في المنصب أولاد لم تر تقل الراجل لم تر تقل миним الل لن سيدي ل trial للأسف يا سيدي حميد الجواب بالنفي كنقول لك أنه معمر وغاد يمشي لأنه منذ أن كانت الإنسانية وهناك صراع بين الخير والشر وحتى لا سقطنا هذا الحديث على الموضوع اللي احنا كنتكلموا فيه حتى هذا الشي اللي كنتكلموا عليه دي العالم الفتراضي ودي الفبراكا حتى هو فيه خير وفيه شر فيه صراع ما بين الناس أخيار وفيه صراع ما بين الناس أشرار ولكن في الإطار الحديث في إطار التكنولوجيا الحديثة لذلك يا سيدي الفاضل اعلم أنه الخير كان والشر كان والصراع دائم ما بين الخير والشر إلى ما لنهاية إنما في حدود مدة زمنية معينة أتبت الواقع أنه باستمرار ينتصر الخير على الشر ولو بعد حين مستمعي الكرام من الأشياء السلبية جدا اللي احنا كنت أسو بها الغزوة أكبر والنصر محتمل أكثر دي هذا العالم الفتراضي هو الأجيال الصعيدة اللي احنا كنت بليوها بهذا العالم الفتراضي على أساس أننا كنت هربوه من صداع أولادنا فهذا بل اللي بغي يهرب من صداع ديالو والدولة ديالبنتو كيلسقلو في الدو سمارتفون ولا طابلات ما كيهمش السين ديالو بل أكتر من ذلك هذا الأب لهذا الأم كيكون سعيد وكيتكلم بفخره وكيقول لك آه وليدي تبارك الله يلا عنده ست سنين بقي مقفل سبع سنين وعرفتي كيدخل لزابليكاسيون كلهم وكيحل دكش اللي بغيته وبوحده كيحل فيديوهات وكيشوفهم وبوحده كيحل دكش اللي كيتسمعه والله يلا تبارك الله هذا الجيل دكي لا نعم هذا الجيل ما دكيش لأن ما يقوم به مجرد تتبار واحد المجموعة ديالحركات ميكانيكية شافك تديرها رما ما دكيش بالعكس تسهم في أن يصبح غبي تسهم في أنه يصبح مو دجان يرتابع ما كيدير والوكي يستهلك كتقول الدراسات المستمعية الكرام أنه ما كيخصنا نمكنه لأطفال ليننا من استعمال الهواتف الذكية ومن استعمال اللوحات الإلكترونية للطابلات حتى للسين ديال 12 عام قبل 12 عام كنكونو كنجنيو عليهم فالآن الطبقات الراقية اللي لبس عليها اللي عندها الفلوس كتشري لولادها الطابلات وكتشري لهم السمارتفون باش يتهنوا منهم كيعطيه فيدو كيبقى مهني الأم شغولة في جيها والأب في جيها والطبقات الفقيرة شوية اللي ما لبس عليها شي شوية عندها طريقة أخرى باش كتتخلص من أولادها أخرش تلعب للأسف هكذا نكون أجيال كلها عهد قضي نخطو الآن آخر مكالمة هاتفية مع الاعتدار لأعدادكم الهائل أنتم اللي كانوا بدكم تشاركوا معنا أيضا لإخوان على الفيس ما تتحددش عليكم كتير لأنه بحل لحتو الموضوع كان موضوع مهم جدا قالوا صبح النور صبح الخير محمد عمورات حيالك مستقنى وصحو في دي الإدعاء المركزية بريبط مرحبا سيدي قصة نصب احتيال أو الموضوع الرابط معكسي محمد صحية مرة أخرى لك سيدي محمد أنا عندي تدخل في الموضوع تفضل لسيدي محمد كنشكرك أولا لأخصيارك في هذا الموضوع بالنسبة من هذه القضية تتطور في تكنولوجيا ووسائل الإعلام الاستيرادية أنا شخصيا كان عرف أشخاص يعني مش حال هذه كنا عندي الحب دي المكبير في المغرب بالوطن وهذا والحكومة المغربية وغير ذلك مع تطور هذه التكنولوجيا والأخبار الكاذبة اللي كانت نساشار في هذا فأصلحوا يعني كيكرهوا يعني الحكومة المغربية وكذلك يعني ماذا كيكره يعني كي يخدوا واحد الصورة سيلبية على المغرب وعلى هذا فقاب كيف يفكروا أنه يتجعوا الهجرة السيرية وإلى غير ذلك فمن هذا المنبر أنا كن طلب أنه الناس اللي كي نشروا على الأخبار الكاذبة والخاطئة والصورة المشوعة على المغرب دينا اللي كنستقروا به دائما أنها متتقي والله شوية في البلد دينا شكرا لك سيد محمد وتحية لكل مستمعات والمستمعي الكرام مع ذي رمقشة وقت كتير باش نأخذوا المزيد من عندك ما تبقى من وقت قد نقول لكم مرة أخرى لا يدعي البرنامج أنه قد ألم بكل جوانب المرتبطة بالموضوع المطروح الموضوع كبير وخطير جدا ولكن كيهمنا أننا نخرجوا فاهمين باللي ما شيء أي حاجة كنقرأوها في المواقع الاجتماعية كتنشر كتوصلنا في وسائل التواصل لعننا في تليفون نرها صحيحة دائما الشك في هذه الحالة من الحزم يلا مستمعي الكرام كنقل لكم تحية التواقم التقنية والفنيات هذا برنامج حضير راسك محمد عمور بكل حب يحييكم إلى اللقاء